مساء الخير يا جماعة النهاردة هنعرف ازاي على اجهزة سامسونج نشتغل على وضع المكفوفين عشان يقدروا يستخدموا التليفون بسهولة جدا جدا وفي نفس الوقت يقدروا يخشوا على الحاجة اللي هم عايزينها هنشغل الوضع ده ازاي بنخش على الستنج ننزل تحت شوية بنجيب بيديني اول اختيار عندي سكرين ريدر بيدوس عليها هلاقي برضو اول اختيار اسمه لو شغلت الوضع ده هو طبعا بيحتاج ان انا ارى كل الحاجات الموجودة اللي فيها هنا طبعا بيخليني ان انا قدر استخدم الجهاز بسهولة جدا هو ده الوقت كده المفروض ان هو شغل من خلاله بقدر اتحكم في سرعة الرد اللي بيرد علي التليفون او الكلام او الحد اللي بيتكلم من التليفون ده بقدر ان انا اصرع الصوت ده او ابطقه او اغير نوع الصوت اساسا او اخليه يمشي بسيكونس معين بقدر اتحكم في السيتنج ده وممان طب دلواتي انا عايز ارجع باك لو افتع على زرار باك هنا هو دلواتي قال لي ان انت واقف على زرار الباك لو عايز ترجع باك هتدوس مرتين عليه وبعد كده بيقول لي ايه الصفحة اللي انا واقف عليها لو عايز ادوس دبل تاب تاني علشوان ارجع باك تاني بيقول لي انت دلواتي واقف على السيتنج لو هاز ارجع تاني بيقول لي انت دلواتي واقف على الهومسكرين سي مسلا لو انا عايز الفون بادوس عالفون 1 ui home custom actions swipe up or down to select double tap to activate double tap and hold to long press contacts custom actions swipe up or down to select double tap to activate double tap and hold to long press هذا الوقت يقول ان انت واقف على ال contact تمام طيب لو عايز اخش على الاب apps double tap to activate double tap and hold to long press طيب عايز ما اصلا نسري facebook facebook custom actions swipe up or down to select double tap to activate double tap and hold to long messenger custom actions swipe up or down to select double tap to activate double tap and hold to long press وبالطريقة دي قدروا يستخدموا التليفون عادي بسهولة جدا جدا اه مفيش هيبقى في اي مشكلة هو اه بمجرد طبعا هما بيدوس على زرار اه زرار على اي اي ايكونة بيقف عليها بيقول له ايكونة دي بتاعت ايه لو عايز تخشها بتقدرها بتدوس عليها double tap او double click فهبتدي يخش لك على الايكونة دي شكرا